كيف كانت ليلة أمس عندكم في سلوان؟ ما في حدث؟ فجأنا مع الساعة الثانتين قوات كبيرة جدا من قوات الاحتلال طرقات على المنازل اختحمات للمنازل اعتقال رجال نساء من كان يسير في الطريق حتى إذا كان جاي من شغله أو ذاهب لأي موقع كان ينكل به ولذلك هذه الكميات عندما شهدنا هذه الأعداد بالبداية ظننا أن هناك هدم ربما جماعي لحي البستان ولكن بعد ذلك علمنا أن هناك حدث أمني قريب من المنطقة وبدأوا بالاختحمات والاعتقال حتى لم يسألوا سؤال فقط اقتحام السيارات التي كانت فيه الطرقات اقتحام المنازل أغلب المنازل في حي البستان تم فتح الأبواب والدخول إلى المنازل وعلى الأسطح وأظن أنه نوع من الهوس الأمني الإسرائيلي وأيضا لأنه يعني ربما إرباك لهذه الأجلة التي تفاجأ دائما ربما بعمليات معينة ولا عدم وجود خطط أو لأنها يعني ربما أن هذه الحادثة أو العملية ربما يعني لم يستطع ردار الأمن على إسرائيل اكتفها ولذلك كان الانتقام في السكان وبعد ذلك ذهبوا دون أي شيء إلا من اعتقلوهم وأطلقوا صراحهم فيما بعد وفيها يعني أنه حتى من يبحثون عنه وليس في هذه المنطقة بل بمناطق الجزء الغربي من مدينة القدس طبعا من السهولة القول بأن هذه العملية كانت مفاجئة لأن هذه الهوة ليس الواقع كل شهر هناك عملية في مدينة القدس عملية إطلاق نار عملية طعن وما إلى ذلك الأجهزة الأمنية الإسرائيلية دائما على أهبة الاستعداد منطقة القدس تحديدا في شركة القدس هي دائما الشرطة الإسرائيلية على أهبة الاستعداد رأينا بسرعة الاكتحام لبلدة سلوان سؤال الأهالي بعد كل هذا الضرب كل هذا الاعتقال تكسير الأبواب في نهاية الطف هل يشعلون بالخوف؟ ربما كثير من أطفالنا الذين فزعوا في هذا المنظر ربما سيحتاجون إلى أشهر لتفريغ التفريغ النفس ما حصل لهم طبعا يعني نحن لا نخاف من هؤلاء لأننا نعتدنا على الاكتحامات على الهدم على كل ممارساتهم ولكن الأطفال النساء التي يتعمد الاحتلال ربما هذه الخلايا الضعيفة ربما إذاءها نفسيا أو يعني ربما يستغل الاحتلال أيضا هذه الأحداث تقافتنا لدفعنا حتى للرحيل للبحث عن أماكن أكثر أمن وأمان وهو ربما يعني يتهدف العائلات لإفقادنا الأمان حتى في يعني هذا التخبط الأمني واضح أن يعني الاحتلال دائما يهدف إلى مكاسب غير المكاسب التي يعلن عنها شكرا لك فخري أبو دياب لابد الإشار أيضا إلى أن رئيس الوراء الإسرائيلي يائير لبيد أجرى مشاركة أمنية صباح اليوم مع قائد الشرطة وأيضا مع وزير الأمن الداخلي شكر فيها القوات الأمنية الإسرائيلية التي قامت بالمداهمة وأيضا بهذه العملية رغم أنهم في نهاية المطاف لم يلقوا القبض على هذا الشاب ولكن اللفي سلم نفسه ولكن أيضا بعد قليل سوف نستمع إلى التصريحات ليائير لبيد بعيد الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية ولبيد صباح في اليوم له أيضا تغريدة ولتحديد فيها حول وجوب أن يكون هناك دائما انتباه وأن يكون هناك حماية للأمن الإسرائيلي وأن أي أحد يقترب من أمن الإسرائيليين فأنه سوف يتم ملاحقته وضربه بقوة على حد قول يائير لبيد رئيس الوزراء الإسرائيلي شكرا جزيلا لك مراسل الغد أحمد البديري من شكرا جزيلا لك